حب النبي والآل ديني ومذهبي حقاً ويقيني وعمدتي في كل حين عيني دوماً فإني لا أطار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أهلاً وسهلاً بكم أحباب الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم كيف نعلمهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معكم لنكتشف أساليب متنوعة من أجل تعليم أطفالنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه العظيمة ومع أسلوب جديد آخر يعد من أهم الدوافع التي تزرع محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم في قلوب الأطفال ألا وهو الشوق إلى رؤية وجهه الكريم أيها الأحبة علينا أن نحرك في قلوبهم الطيبة لواعج الشوق إلى رؤية الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وذلك بذكر جمال الحبيب عليه الصلاة والسلام وكمال خلقته الشريفة ومحاسن أخلاقه وأن نعلمهم بهذا الحديث النبوي الشريف الذي قال فيه الحبيب عليه الصلاة والسلام من رأاني في المنام فسيراني في اليقظة سبحان الله وهذا الكلام يشير إلى أنه عليه الصلاة والسلام يريد من المؤمن أن يتحرك قلبه بالشوق إليه ولتنمية هذه المحبة النبوية وترسيخ العلاقة بينهم وبين الحبيب عليه الصلاة والسلام ولزيادة الشوق إلى رؤية وجهه المبارك أود أن أطرح لكم هنا بعض الخطوات المهمة التي تعينكم فيها على تفعيل محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أطفالكم فسجلوا هذه عندكم هذه الخطوات وقوموا بتطبيقها في بيئتكم المنزلية وسترون فوائدها وعوائدها بإذن الله تعالى أولا تقديم محبة الحبيب عليه الصلاة والسلام على كل شيء سواء محبتنا لأنفسنا أو لأهلنا وأولادنا أو مالنا وتجارتنا أو محبتنا للدنيا وما فيها ثانيا الابتعاد عن أهواء النفس ومشتهياتها رغبة في متابعة أوامر الحبيب عليه الصلاة والسلام وما يريده وبذلك نكون قريبا منه صلى الله عليه وسلم ثالثا الاهتمام بقراءة سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وشمائله وحديثه أو الاستماع إليها من أهل المعرفة والمحبة والولاية رابعا الحرص على اتباع سننه وآثاره صلى الله عليه وسلم وهذا يتأتى بعد معرفتها بالقراءة أو السماع أو الاقتداء بمن يتتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم من المشايخ والعلماء العاملين كشيخنا الداعي محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى خامسا الإكثار من الصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم وأقل عدد ذكره الصالحون بالصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم هو ثلاثمائة وثلاثة عشر وأوسطه ألف مرة في اليوم الواحد يعني في اليوم الواحد ألف مرة على الأقل فإذا قمنا بترغيبهم بالمحافظة على هذه الصلوات تحرك الشوق فيهم وتحرك حبهم للحبيب عليه الصلاة والسلام بإذن الله تعالى